مثال عملي يمكنك باستخدام هذا المثال إيجاد الأس العددي أو مقدار الناتج لحاصل ضرب العدد في نفسه عدد من المرات حسب الأس الموجود عليه على سبيل المثال نقوم بتعريف ثلاثة متغيرات i و j و n على أنها انتجر والنتيجة على أنها double لاحظ i تمثل قيمة مربع النص الأول و j تمثل قيمة المربع الثاني أو مربع النص و j تمثل الأس و i تمثل العدد والرزل دائما بما أنها ضرب إذن تساوي الواحد سوف نقوم بعمل عداد يبدأ من واحد إلى j حسب الأس أي إذا كان الأس اثنين أي يتم الضرب للعدد بنفسه أي مرتين وإذا كان الأس ثلاثة يتم الضرب بثلاثة أي يتم ضرب العدد بنفسه ثلاثة مرات إذن الرزل تساوي الرزل ضرب العدد نفسه وهو i أما عدد مرات التكرار فهو j وهي تمثل الاس أو الأس إذن النتيجة يتمضعها في مربع النص الثالث أو الرزل الآن قم بالتنفيذ على سبيل المثال إذا كان العدد اثنين والأس ثلاثة أي اثنين أس ثلاثة كالكوليت أنات الثمانية اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين إذا كان العدد على سبيل المثال خمسة والأس ثلاثة لاحظ خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين ضرب خمسة إذن مئة وخمسة وعشرين وهكذا موسيقى